أعلنت وزارة الداخلية تمكن فريق عمل أمني وجه بتشكيله وزير الداخلية عبد الأمير الشمري من الوصول إلى خيوط مهمة عن جريمة بيجي في محافظة صلاح الدين والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة فيما أكدت اعتقال اثنين من المنفذين بيان لوزارة الداخلية أوضح أن فريق العمل وبوقت قياسي وبعمل استخباري نوعي ومتابعة مستمرة تمكن من الوصول إلى الجنات وإلقاء القبض عليهما أحدهما من أقرباء المجني عليهم لا فتة إلى أن الدوافع من وراء هذه الجريمة الجنائية سرقت مخشلات ذهبية حيث اعترف الجنات بالجريمة وأجري كشف الدلالة في محل الحادث